اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة امام بكته الانس والجن بالسمايا امام يؤهون بكته الانس والجن بالسمايا اشتركوا في القناة 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 رسوله النبي الكريم حقيقة مسلمة يذكرها يذكرها الله سبحانه وتعالى يطلقها الله سبحانه وتعالى بشكل لا لبس فيه هذه الحقيقة القرآنية الثابتة لكل امة نسيجها والمؤمنون هذا هو نسيجهم المؤمنون والمؤمنات بعضهم اولياء بعض احدهم احدهم يناصر الاخر منشد الى الاخر لانه فكرهم واحد عقيدتهم واحدة دينهم واحدة يجمعهم الولاء لله ولرسوله وللا امة الاطهار وللصالحين والمؤمنين ولاؤهم لله سبحانه وتعالى وبراءتهم من اعدائه هذه الامة تجتمع امتنا هذه الامة الجماعة المؤمنة تجتمع يجمعها الولاء والبراءة فلذلك تلاحظ ان هذه الآية القرآنية المباركة تؤكد هذا المعنى بشكل واضح بحيث يذكرها الله سبحانه وتعالى كحقيقة مسلمة ان هذه الامة يجمعها الولاء والبراءة تجتمع تتناصر في ما بينها يعني اذا رأينا ان انسانا مؤمنا ان انسانا مؤمنا المفروض فيه ما يجب ان يكون ان ينصر اخاه المسلم ان ينصر اخاه المؤمن فاذا وجدنا ان انسانا مؤمنا او جماعة المؤمنة من بين هذه الامة لا تناصر الامة لا تناصر هذه الامة الاسلامية لا تناصر هذا الانسان وهناك خلل خلل كبير كيف اذا خذلته فلهذا اصبح الامر بالمعروف والنهي عن المنكر من اولى مستلزمات من اولى نسيج هذه الامة هذه الامة كما يقول تعالى في هذه الاية والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر فلذلك حينما نريد ان نرى علامة العلامات او الميزات التي تتميز بها هذه الامة في هذه الاية طبعا هي خمسة يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله قرآن عربي مبين واضح فلذلك حينما نجد نريد ان نلاحظ ان اين الامر بالمعروف والنهي عن المنكر من ثورة الامام الحسين ثورة الامام الحسين جوهوها روحها من جملة الاهداف التي ذكرها في اول رسالة في اول تخريح للامام الحسين هو الامر المعروف المنكر اني لم اخرج اشرا ولا ضطرا ولا مبسدا ولا ظالرا انما خرجت لطلب الاصلاح في امة جدد اصلاح ذهنية هذه الامة لصادروا الامريون لصادروا انسانية الانسان عقل الانسان فكر الانسان الحسين من اعظم المحررين لعقل الانسان لارادة الناس فلهذا نلاحظ ان الامام الحسين في هذه الكلمة التي بيّن فيها اهداف هذه الثورة اريد ان اعمر بالمعروف وانهى عن المنكر واسير بسيرة جدي وابي علي بن ابي طالب جوهر حركة الامام الحسين هو اقامة الامر بالمعروف والناهي عن المنكر دفاع عن الحق حينما نجد ان معسكر الامام الحسين بقيادة الامام سيد الشهداء الحسين بن علي نلاحظ هذه هي اهدافه لسا التاريخ ما يوضح انه شو هي اهداف المعسكر الاخر لا اسمعنا خطبة من عدهم لا اسمعنا كذا من عدهم لا اسمعنا ارجوزة من عدهم نعم جاءوا الى مطامع الدنيا فوالله ما ادري واني لحائرة افكر في امري على خطريني اترك ملك الري والري منيتي امرجع مأثوما بقتل حسيني فوالله ما ادري واني لحائر هذا القائد القائد العسكر في حين ثورة الامام الحسين واضح اريد ان امر بالمعروف كل معروف امر به الله سبحانه وتعالى انا اريد ان امر به لانه الامويون اشتغلوا على هذه الامة هذه الامة اللي تعب عليها رسول الله واهل البيت وصحابته العظماء الاجلاء اللي تعبوا على هذه الامة وقدموا تضحيات الجسام هذه الامة حاول الامويون ان ان يهدبوا اساساتها فلذلك ثورة الامام الحسين جاءت لتنقذ هذه الامة لتنقذ الانسان المسلم تنقذ هذه الامة وان الحسين يعلم ان هذه المجموعة لا تستطيع ان تسقط دولة حسابات العسكرية في الحسابات العسكرية أن الإمام الحسين يعلم أنه لا يستطيع أن يكون هو المنتصر العسكري في هذه قضية لهذه الناظر في هذه الثورة لذلك تلاحظون هذه الثورة إذا أريد نحسب أنه الإمام الحسين متى جاء إلى كربلاء وصل إلى كربلاء في يوم اثنين محرم اثنين محرم سنة 61 بقي ثمانية أيام لم يقاتل حاول أن يحاول الآخر حاول أن يوضح أهداف الثورة حاول أن يبين للناس سبحان الله يعني ما بقي شيء إلا وقاله الحسين سلام الله يعليه حتى حينما حتى أصحابه اختبره ومروا بامتحانات صعبة هؤلاء صفوة البشرية الذين وقفوا معه على كل حال فلذلك تلاحظ أن قوة الأمة وعظمت ثورة الإمام الحسين وعظمت كل ثورة كل نهضة كل حركة حركة إنسان كان أو جماعة أو حزب أو أي جماعة أو أي أمة عظمتها بعظمة أهدافها جديد تكون الأهداف عظيمة جديد تكون الأهداف كبيرة جديد تكون النتائج عظيمة تكون هذه الثورة مباركة وعظيمة وخالدة لهذا أخذت مأخذها الحسين لم يثر لم ينهر من أجل شيء دنيوي وإنما ثار لتصحيح المسار المسار الإسلامي أراده أن يكون على الجادة على الطريق الذي أراده الله سبحانه وتعالى فلهذا كان يتساءل في إحدى خطبه روحي فداه ألا ترون إلى الحق لا يؤمل به ما تشوفون يا ناس الحق لا يؤمل به والباطل لا يتناهى عنه ليرغب المؤمن في لقاء ربي محقا إني لا أرى الموت إلا سعاده حسين يرى الموت فيها السعادة في استشهاده السعادة في قتله بأنه في قتله وبقتله فاحل الإسلام نشره دن بقتل الحسين سلام الله عليه أطلق العنال للإسلام هذا الإسلام الذي أراده قتله قدم الحسين نفسه أن يقتل جسده أن يقطع ويبقى الإسلام سالما فلهذا اتلاحظ أن الأحاديث المباركة التي جاءت حتى تؤكد أن الإنسان قوته قوة إيمان الإنسان حينما يحمل هذا المبدأ مبدأ الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يقول في الحديث الشريف لا تتركوا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فيولى عليكم شراركم ثم يدعوا خياركم أو ثم تدعون فلا يستجاب لكم لا تتركوا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هذه الأمة عظمتها حينما تكون حاملة لهذه المدرسة حاملة لهذه المبدأين العظيمين لهذا يقول في الحديث الشريف عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إن الله ليبغر المؤمن الضعيف الذي لا دين له ما عند دين إن الله ليبغر المؤمن الضعيف الذي لا دين له فقيل له يا رسول الله وما المؤمن الضعيف الذي لا دين له قال الذي لا ينهى عن المنكر شوف المنكر يدعون ولا يأمر ولا ينهى لا يأمر بمعروف ولا ينهى عن المنكر منكر أمامه أولاد طبعا هذه تبدأ من العسرة تبدأ من التلبية تبدأ من الإلن المجتمع وهكذا تصل إلى أعظم كلمة حق عند سلطان جائر أعظم عمر بن عروف هذه درجات الأمر في تفسير قوله تعالى واصبر على ما أصابك يقول الإمام أمير المؤمنين يعني المشقة الأذى في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الصلاة والصوم ما بهذه إذا الإنسان يصلي ركعات عديدة عشرات يصلي عشرات المرات يصوم الأيام الدهرة كلها ما فيها لكن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر خاصة إذا كان هذا يستهدف السلطة يستهدف الظالم يستهدف السلطان يستهدف الحزب الفلاني الكيان الفلاني هذا في الواقع مقلب رح يكلف الإنسان يقول في الحديث الشريف لو أن الصلاة أضرت بأبدانهم لتركوها كما تركوا الأمر بالمعروف النهي المنكر لكن الصلاة ما بهذه مضرة والحاكم ما يحاربك سأكب عمهم وصلت درجة طغيانهم أن يحاربوا حتى المصلين يحاربوا حتى الصلاة في الحديث الشريف عن إمامنا أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه من أمر بالمعروف شد ظهور المؤمنين تكون ظهور المؤمنين كيانهم سطوتهم قوتهم تكون قوية لكن حينما لا ينهى عن المنكر ولا يؤمر بمعروف تلاحظ كيف يصنع كيف ينتشر المنكر وكيف ينحسر المعروف حينما المؤمن يخاف لا يأمر بمعروف ولا ينهى عن المنكر من أمر بالمعروف شد ظهور المؤمنين وفي حديث آخر من نهى عن المنكر أرغم أنوف الكافرين أرغم أنوف الكافرين يقول الإمام علي بن أبي طالب صلوات الله وسلامه عليه إن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لا يقربان من أجل ولا يقتعان من رزق ولا ينقصان من رزق ولكن يضاعفان الثواب ويعظمان الأجر وأفضل منهما كلمة حقا عند إمام جائر أي الدرجة العالية أعظم الجهاد كلمة حقا أمام سلطان جائر بعض الأحيان إنسان يأمر بمعروف وينهى عن المنكر بينه بين الناس يتحدث مع الناس يتكلم مع الناس ينهى عن المنكر ويأمر بالمعروف حتى ينتشر الخير لكن حينما يتحدى السلطان يتحدى الحكومة ويتحدى الحاكم ويتحدى الكيان السياسي هاي اللي فيها يقول في الحديث الشريف هذا من الأحاديث العجيبة يقول الإمام علي بن أبي طالب روحي فداه ما أعمال البر كلها والجهاد في سبيل الله عند الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إلا كنفثة في بحر اللجي كل أعمال البر كل أعمال البر لو جيبة والجهاد في سبيل الله جيبة وتخليه فيه مقابل الأمر بالمعروف والنهي المنكر هذا كنفثة في بحر اللجي من الأمر بالمعروف والنهي المنكر منزلة الجهاد عظيمة ومنزلة أعمال البر عظيمة ولكن أين هي من الأمر المعروف والنهي المنكر يقول في الحديث الشريف عن إمامنا أمير المؤمنين علي بن أبي طالب إلا كنفة في طحر اللجي هذا هو الأمر المعروف أنه الملك يقول إمامنا صلوات الله وسلامه عليه يكون في آخر الزمان ناس أكثر الناس أبناء الدنيا هؤلاء الذين يميلون إلى الدعاء إلى الراحة إلى إلى ذواتهم يقول يكون في آخر الزمان قوم يتبع فيهم قوم مراؤون يتقرؤون ويتنسكون حدثاء سفهاء لا يوجبون أمرا بمعروف ولا نهيا عن منكر إلا إذا أمن الضرر إذا ماكو بها ضرر إذا مافي ضرر يعمر بالمعروف يعمر عن منكر تشوف قاعد يم هذا الظالم قاعد يم هذا المنحر قاعد يم هذا الفاسق لأنه مصلحة تستوجب أن يبعد يوم يزعلون مننا يطردوه قد يكون يحفزوه إذا كان عنده سلطة يقول هؤلاء حينما يأمنون الضرر لهذا يطلبون لأنفسهم الرخص والمعاذير يحاول أن دائما شوف لها رخصة فالأذور فالكذا أنا هذا عندي أسلوب معاه صحيحية بالواقع كما ورد في بعض الأحاديث يقول هناك إنما يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر من كانت منه ثلاث خصال الذي يريد أن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر لا بد من أن تتوفر فيه ثلاث خصال عالم بما يأمر به تارك لما ينهى عنه هذا الشيء الذي يأمر به عالم به لا يكون يوقع الناس بورطة يوقع الناس بانحراف يوقع الناس بما أدري يخليهم ويعطيهم أحكام غير شرعية ويظهر أنه قاعد يعطيهم أحكام شرعية فلذلك على الإنسان الآمر بالمعروف والناهى عن المنكر حقيقة كما أراده الله سبحانه وتعالى أن يأمر بالمعروف الذي أراده الله عادل فيما يأمر عادل فيما ينهى لا يكون ظالم لا يتعد حدوده يعني لا يتعد حدوده هناك ساعدة على الإنسان ودعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن لهذا نستطيع أن نقول بأن عظم الحسين هي أحيث هذا المبدأ أحيث أصبح الأمر بالمعروف أنه يعني منكر فرعا من فروع الدين عصلا به تقام الدين تقام الفرائض الناس إذا لا أحد يأمرهم بالمعروف ولا ينهاهم عن المنكر يستجري وهكذا نجد أن المنكر الآن أصبح هو الأساس في المجتمعات التي أعرضت عن الله سبحانه وتعالى بعدين الخصلة الثالثة كما ورد في الحديث الشريف رفيق فيما يأمر يأمره رفيق فيما ينعى رفيق برفق أساليب جميلة طبعا الإنسان العاقل والإنسان الحكيم عليه أن يختار ذلك الطريق الأنسى لذلك تلاحظ أن الإمام الحسين روحي فداه قدم كل ما يستطيع أن يقدمه ما ترك شيء ما ترك شيئا لنفسه أبدا كل شيء قدمه قربانا لله سبحانه وتعالى في إحياء في إحياء هذا المبدأ أشهد أنك قد أقمت الصلاة وآتيت الزكاة وأمرت بالمعروف ونهيت عن المنكر لهذا تلاحظ أن الإمام الحسين روحي فداه وقف تلك الوقفة العظيمة اليوم تلاحظ ملايين والسلمين في كل أنحاء العالم أشاق الإمام الحسين أشاق هذا العظيم وهذا البطل هذا الشجاع هذا الفاتح يحيون هذه الذكرى في كل بقاء الدنيا في كل قارلات العالم في كل قارلات الدنيا يتشرفون بذكر الإمام الحسين يتشرفون بمجالس العزاء في الواقع حتى تتعلم الناس مما كان يقوم الإمام الحسين لهذا تلاحظ حينما يسأل الإمام الحسين لماذا تأخذ عيالك إذا كنت تعلم حينما خطب في مكة كأني بأوصالي هذه تقطعها عسلان الفلوات بين النواويس وكربل فيملأن مني أكراشا أجربة سهبة لا محيص عن يوم خط بالقلم رضا الله رضانا أهل البيت كأني بأوصالي هذه تقطعها عسلان الفلوات الذئاب اللي عايش في الصحراء الوحوش التي تعيش في الصحراء يعلم بمصيره يقول له إذن لما تحمل عيالك وأطفالك قال قولته المعروفة شاء الله أن يراهن سبايا الشيء اللي يكون لازم يتحملوه الأمر الذي سينصب عليهم هو السبا وفي الواقع يعني كانت ثبتت الأيام أن أن هذه الأسرة العظيمة التي سويت من كربل إلى الكوفة ومن الكوفة إلى الشام ثم عودتها رأت ما رأت وهي التي روت لنا مصرع الإمام الحسين ومبدأ الإمام الحسين وكيف تحد ذلك الجبروت في الكوفة وفي الشام لهذا الإمام الحسين سلام الله عليه كان همه الوحيد أن يبقى الدينه سالما إن كان دين محمد لم يستقم إلا بقتلي صدق الشاعر الذي كان يصور هذه الحالة إن كان دين محمد لم يستقم إلا بقتلي يا عسي ويوف خذيني هذه رجالي في رضاك دبائحون يخاطب الحسين رب هذه الرجالي في رضاك كذب رائحون ما بين منحورين وبين طعيني هذا دمي هذا دمي في كربلا قدمته هذا دمي في كربلا قدمته قدمته وهذا في الرماح وتي يحيني أعطيت نفسي في رضاك ولا أرى صانعا شيئا وأنت معي مع الفرات مع الفرات مع الفرات محلل لكلابهم وأنا الذي منشربهم منعوا يهوني يهوني شيعة مهما شربتم عذب ماء فاذكروني فعن السبط الذي من غير جرم قتلوني وبجرد الخيل يا أبا عبد الله ويهوني وبجرد الخيل بعد القتل عمدا سحقوا يهوني 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 ليتكم في يوم عاشورا جميعا تنظروني كيف أستسقي لطفلي فأضر أن يرحموني فسقوه سهم بغي عوض الماء المعيني هل اكتفى الأداء بقدت الحسين وإنما جاءوا إلى عياله وأطفاله وأضرموا النيرا في مظالبهم في خيامهم تخاطبه الحراء زينب خوي النار خوي النار وسط الخيام تنهاياب 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 قربة خيلهم للخدير تنهاياب تنهاياب الماعدها عشيرة شنون تنهاياب يلياث الغاب ما تلحق علي يلياث الغاب ما تلحق يا 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 نادت فقطعت القلوب بشجوها لكن من تضم البيان فريدا يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا من لا يقال لليلك يا الله الآية الشريفة قضاء حوائل المحتاجين شفا مروا المؤمنين بسم الله الرحمن الرحيم أما يجيب المطر إذا دعا ويكشف السوء أما يجيب المطر إذا دعا ويكشف السوء أما شكرا